أنا يعني تقريباً تقريباً عارف أنه الغالبية العظمى مش قول نسبة مقوية بس الغالبية العظمى من جهور نادي أهلي مستنيين نتيجة من ريكاردو سوارش مبارح فماتش بيتروجات يعني مش مستنيين ويقعد شوية مع الفريق عشان يبان بصمه بصمته يبان يبان فكره يبان شكل الأداء مع نادي الأهلي معاه لكن الحقيقة ده على أرض الواقع شيء تقريباً شيء مستحيل أنا قلت لكم برح الرجل يا دوبك ممكن يكون عارف بعض أسماء العيب مش تعرف على إمكانياتهم لا عارف بس أسماءهم ولا الإسم الأولاني ولا الإسم اللي ممكن ينادي عليهم به لكن اللي جاي ممكن يكون ايه وخصوصاً أنه اللي جاي كمان صعب جداً في الفاصل كابتن دياب يقول لي أنه الفترة الأخيرة اللي ظهر فيها نادي الأهلي بما فيها مطش سموحة اللي احنا يعني ممكن بس علانين منه فيه عشان نتيجة فترة من أفضل فترات تدعي بل أنه شايف أنه أفضل مباراة لعيبها نادي الأهلي ككورة السنة دي هي مباراة سموحة للأهلي خسرها فخليني نقف مع الحتة دي معاه أفهمها منه وبعا كابا نخش في ريكاردو سوارش بص يا محمد أنت بتقيم الجهاز أو المدير الفاني أو اللعينة أنت تكلمني كورة هكلمني كورة ها هكلمني كورة بتقيمهم على أي أساس أنا هكلمك كورة كورة أنت شفت الأهلي بيلعب وانتاتش وبيلعب كورة سريعة وبيوصل للمرمة بتاع الخصم بهجم أو بكورة يعني بيبني من تحت من عند الشناوي أو من تحت من عند البكين لغاية ما بيوصل فوق وكورة ملعوبة مش كورة عشوائية ولا هي كورة ضلة ولا كورة وقعة من السرد بكين ولا كورة من البكين غلطة فأنا أمت لامم وشايت دي كورة ملعوبة بيوصلوا بالنقل بيحضر من تحت وغاية نوصل للتمنتاشر التوفيق وعدم التوفيق ده أنا مرت بيه وشفته أكتر واحد أنا زعلان على سمي قمصان أكتر من نفسه والله العظيم تلاتة والله بقولها لك محدش أحس بيه عشان خسر ماتش أسموحة آه طبعا اللي عمله سمي قمصان أنا مش عايز أقول يعني راجل بزودها لأ أنا شفت كورة بشفتهاش في الناد الأهلي بقولها لك أحسن مباراة شفتها بالنسبة لي أنا قديق عبدالسمت من سنة كورة وشكل وأداء هي بقى التوفيق وعدم التوفيق رعونا استهتار حط بقى مفيش حتة قلب مفيش حتة عزك سب العافية لأ ده أنا حجيب الكورة دي جول إسرار حط أي حاجة تحت من انتك ما تجيبش هدف لكن كورة كورة أنا بقولك أنا قاعد مبسوط أكتر واحد زعلت عليه مش هقولك يعني 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 أنا حاسس بيه هو سمي قمصان ده في يعني في كورة ما تطلعش وبعدين مش محتاجة يا أحمد أن أنا كورة كورة جالي كده أحطها بشمالي ده يا جماعة إزاي ده لازم يمين ده أنت لو قلشت في اليمين ستتخل جول في كورة لو رايح لها صحة وقلشت ستبقى جول ده اللي يمكن ريكاردو اللي جايبه اللي هو تطوير الأداء تطوير أداء مش هيتطور إمتى النهاردة في ناس واخدت راحة بكرة يبقى قليل بعده عندك مباراة هتطور في ثلاثة أربعة ثانية كورة ثلاثة أربعة ثانية هتطور إيه؟ عشان تطور يا أحمد ما ليش نتكلم كورة كورة قلت بتكلم كورة ده لي ليش دعوه بأي حاجة تانية هتطور كورة لازم حفظ وعشان حفظ لازم يوقف وعشان يوقف لازم أقول لك أن نفسي ألعب بأي شكل وأنهي طريقة والإسلوب اللي بحب إنك تشتغل بيه علشان يجيب لك نتيجة هو جاي قال كلمتين عايز أداء وعايز نتيجة وعايز بطولات هتقل هتعمل كل ده يا أحمد إزاي؟ وإنتم عندكش وقت تحفظ وتلعب وتوقف وتصلح وتغير وتختار بعد كده اللي على ما ذاك ينفذ لك اللي انت محتاجه شكرا